أفسوس القديمة طبعاً مثل ما شايفين الأثرات القديمة المسرح الروماني الكبير واسع جداً بالحجم يعتبر تاني مسرح في العالم بعد الكولوسيوم في روما يعتبر المساحة التانية اللي بيسرع بين 24 ل 25 ألف شخص ممكن يكون جالس في هذا المكان كانوا بيقوموا في عدة أشياء فن ومسرح وأحياناً كانت تتغير السيناريو إلى صراع الجبابرة أو الوحوش المفترسة وكيف منعرف هذا لأنه حتى أول مقعد لما بتدخل على هذا المسرح هو يعتبر عالي جداً لألا تقفز الوحوش على الناس وكانوا يشوفوا طبعاً تعذيب الناس من خلال الوحوش المفترسة ولسيما عندما شن الإضطهاد الشديد ضد المساحيين كانوا أيضاً يطعموهم للوحوش الكاسرة الطريق اللي جنبي الأركاديان طريق الأركاديان أو طريق الميناء الميناء ما كانش بعيد عن هذا المكان فالميناء هو كان يعتبر يعني الوسيلة للتجارة والاقتصاد في هذه المدينة لكن بسبب نهر كيستر بسبب الطين وبسبب الطمي اللي كان بيتجمع في المنطقة ابتدأت السفن تتراجع وحفروا قناة لكن طبعاً كانت معركة خاصرة أمام هذا النهر وأمام الطين الشديد اللي كان ينزل ويعب المنطقة اليوم كل السهل أصبح سهل خصب مليء بالمزرعات أيضاً خلينا أذكر كمان المشاهدين أنه في هذه المنطقة ديميتريوس المسؤول على الصناع أو الصاغة اللي كانوا بصيغوا آلهة أرتميس في هذه المنطقة قاموا ضد بولوس الرسول فكان بولوس معظم الوقت أو على الأرجح كان بيخطب من هذا المكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر